اشتركوا في القناة للثبات والربح والسلامة رح يمكث القمر في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 11 ودقيقتين من مساء اليوم موعد بث الحلقة يعني السبت اللي هو احنا من بث الحلقة وهو لساعة 11 ودقيقتين بتوقيت جرينيتش مساء بظل موجود في منزلة البلدة بعدين بده ينتقل لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والإخلاص والحرية القمر بعدها رح ينتقل الساعة 27 و22 دقيقة من مساء يوم الأحد لمنزلة اسمها سعد بلع وهي للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية القمر الآن موعد بث الحلقة احنا من بثها الساعة 22 بتوقيت جرينيتش القمر الآن في مرحلة خلوه مسار لبداية للانتقال من القوس للجديد ذكرنا يوم أمس عنها طبعا هي فترة خلوه مسار مستمرة من الساعة 8 و15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح تستمر لغاية مساء الليلة اللي هي ليلة السبت على الأحد لغاية الساعة 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة وحدة بعد منتصف الليل منتهي خلوه المسار هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار اليوم رح يبدأ برضو عندنا تشكل زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين الشمس وبين أورانوس وهاي رح تستمر لغاية يوم أربعة واحد بتعزز قدرتنا الإدارية وبتضفي جاذبية على شخصيتنا وبتعزز قوة الحدس عنا بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل الساعة 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لبرج الجدي فمعناته كل الأبراج بتعود لطبيعتها الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا مش شرط الكل علينا الإجتهاد أكثر ووسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفة أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين اليوم رح تبدأ تأثيرات زاوية فلكية هي زاوية تسديس إيجابية برضو بين المريخ وبين زحل وهاي رح تكون دروتها يعني يوم ثلاثة واحد رح تستمر لغاية يوم ثلاثة واحد بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية البطيئة الأخرى اللي بتأثر اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم ثلاثة واحد هي اللي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة احتمال وقوح حوادث طبيعية مدمرة كعواصف زلازل سقوط طائرات أو أمور العلاقة بالطائرات أو حوادث العلاقة بالسك الحديد برضو بتدل على نوع من أنواع الإضرابات والاشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم برضو رح يبدأ تأثيرها هي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون هي تقريبا ذروتها يوم خمس واحد ولكن تأثيراتها من اليوم لغاية يوم ثمانية واحد بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أو اللي رح تصير اليوم أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 12 و 12 دقيقة بعد منتصف الليل بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال عطارد من الجدي للدلو طبعا في حلقة جاهزة ما بعرف نزلت أو لسه ما رح تنزل المهم أكيد موجودة على القناة الآن طبعا هذا الانتقال رح يكون يوم يوم 2-1 صباح يوم 2-1 الساعة 7 و 9 دقائق صباحا رح ينتقل من الجدي للدلو في حركة أمامية حتى ظهر يوم 14-1 يعني يوم تقريبا الساعة 11-41 دقيقة ظهرا بعدين رح يبدأ كوكب عطارد بالتراجع رح يتراجع من يوم 14-1 لغاية يوم 4-2 ولكن في عملية التراجع أثناء عملية التراجع يوم 26-1 صباح 26-1 الساعة 3 و 4 دقائق رح يرجع متراجع من برج الدلو لبرج الجدي يعني الآن هو في الجدي رح يدخل على الدلو لما يبدأ عملية التراجع برجع في الدلو بعدين برجع على الجدي مرة ثانية بعدين برجع للحركة الأمامية يوم 4-2 عشان يرجع لحركة الطبيعية طبعا في تفصيل أكثر موجود في الحلقة وشرحها وتاثيراتها وزواياها وكل الأمور بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون فيه تمام الساعة 14 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران بين القمر وبين الشمس يعني بداية ولادة الهلال أو القمر الجديد الساعة 36 دقيقة مساء فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء الأكثر حساسية في جسمنا خلال الفترة هايل بما أن القمر رح يكون موجود في برج الجدي معناته من ركز على الركبتين المفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة العظم الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال وجهاز التوازن فهذه الأعضاء أصبحت أكثر حساسية في هذه الفترة يوصى بإجراء طبعا عمليات جراحية ولكن ليس في فترة خلوة المسار غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة تصلح لإزالة الشعر الزائد لغاية اليوم بعدين لا تصلح لقص الشعر الزائد تصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا مناسب جدا خلال هذا اليوم برضو مع أخذ بعين الاعتبار حبتين بنادول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام بيكون أفضل بما أن القمر موجود في برج الجدي وإستقر في برج الجدي خلوة المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم ثلاثة واحد بيبدأ في تمام ساعة أربعة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاثة وأربعين دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار القمر الجديد لأنه يولد هلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بصير تسعة وعشرين يوم في ساعات المساء يولد هلال طبعا نسبة الإضاءة صفر بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجديد حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في القوس بدين تقل للجديد ورح يفضل في الجديد لغاية يوم ثلاثة واحد سعيد بنسبة خمسين في المية عطارد في الجديد حتى يوم اثنين واحد اللي هو زي ما حكينا عملية الانتقال وبعدين يديش بيقعد في الدلو طبعا مكرا نحن نحكي عنه هو سعيد بنسبة 60% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس حتى يوم 24.1 منتحس بنسبة 0 المشتري في الدلو حتى يوم 10.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل من الآن موعد بث الحلقة لغاية منتصف الليل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم في ساعات ما بعد منتصف الليل بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء ما ترتج للمواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسؤوليات قدر الإمكان تعتبر هاي فترة جيدة للعمل وبداية بعمل جديد وتعزيز العلاقة مع المسؤولين فترة واعدة بالنسبة للجميع برج الثورة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة في ساعات ما بعد منتصف الليل بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك في مختلف الأصعيدة برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي طبعا يوم يعني من الآن لساعات منتصف الليل تعتبر فترة فيها نوع من أنواع الضغوطات بتبلش تخف من ساعات ما بعد منتصف الليل فتصيروا تهتموا في مثلا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخال تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح الأخطاء ولتكرير المحاولات السابقة برج السرطان أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم من الآن لساعات منتصف الليل من بعد منتصف الليل القمر بده يصير يعني في مكان مقابل لك مباشرة في بيت الشراكي فبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم حاولوا أنكم ما ترتجلوا كلام أو توجهوا ملاحظة لأنه خصمك في هاي الفترة بيكون قوي وصارب فعشان هيه ممكن تحملك هاي الأيام مناسبة جيدة فيها علاقة بالارتباط أو ارتباط مهم أهم شيء تحافظ على هدوء عصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم أو العاطفي بتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بيتراكم العمل عندكم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم حاذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر الأهم أنك تحافظ على صحتك وتحاول تنجز أعمالك برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة خلال هذا اليوم ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات والامتحانات من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من ساعات منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل ويصير موجود في بيتك الرابع فعشان هيك بتلاقي الاهتمامات كلها راحت باتجاه البيت والعائلة فبتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء أنك تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهمة وحاول أنك تهتم بعائلتك برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من الآن لغاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل اللي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات تعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لإسماء صوتك للنقاش للحوار ممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أنه اليوم تتحرك ممكن تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصال أو واسع أو تحاول هيك نوع من السفر تنقلات أو عن يعني يكون فيه نوع من أنواع الاتفاق والمصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بمعن القمر ما لا زال موجود عندكم ما دروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل لكم انفراج من الآن لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة شوي فيها نوع من أنواع الحذر حذرة مالياً ومعنوياً أهم شيء أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بهاي الفترة برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتهدأ وتيرتك إلى حد الركود طبعاً هذا الأمر لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وتمارس جاذبية لا تضاهى وخصوصاً للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحملك خبر سار وخصوصاً من ساعات ما بعد منتصف الليل برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة طبعاً هذا الأمر رح يظل لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل القمر رح يصير في بيت المتاعد فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فحذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك في هاي الفترة برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات منتصف الليل يعني بتوقيت الشرق الأوسط واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة في ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا القمر رح ينتقل ويصير في بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية حاولوا ما تبقوا وحيدين تعتبر الفترة هاي فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا بتهتم بالاتصالات والمواعيد بشكل كبير خلال هذا اليوم فترة إيجابية ودعملة إليك ممكن تحقق منها كثير من الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر